من بغداد ينضم إلينا مراسل غد محمد فاضل محمد أولاً اطلعني عن طبيعة الأوضاع هناك في النصرية بعد الشبكات التي حصلت بين أنصار مغتدى الصدر والمتظاهرين وكم الحصيلة حتى هذه اللحظة نعم مؤيل الحصيلة ارتفعت بالنسبة لقتلة الآن هناك ستة قتلة بعد وفاة أحد المصابين في المستشفى أيضاً هناك توقعات بأن ترتفع حصيلة القتلة لأن أعداد كبيرة من المصابين هم مصابين بجروح خطيرة لكن المصابين عموماً هم ثمانين شخص قد أصيبوا جراء الاستدامات أو الصنامات التي حدثت يوم أمس ما بين المتظاهرين وبين أنصار التيار الصدري في ساحة الحبوب بالتحديد وسط مدينة الناصرية طبعاً كان هناك إطلاق للنار كان هناك أيضاً تدخل من قبل البعض يعني الذين تصادموا بالهروات وبالعصي إلى آخره عموماً الأوضاع الآن هادئة المعتصمون عادوا مرة أخرى إلى ساحة الحبوب بدأوا بنصب خيامهم لكنها ليست بالكبيرة وليست بالأعداد الكثيرة أيضاً قطعوا جسر حضارات باستذكار للذكرى الأولى لمقتل المتظاهرين قبل عام في تلك المنطقة إضافة إلى ذلك عززت القوات الأمنية وعززت القوات الأمنية تواجدها داخل مدينة الناصرية وفي محيط ساحة الحبوب هناك تواجد القوات الأمنية بكثف هناك تعامل صارم على ما يبدو ما بين الداخلين والخارجين إلى ساحة الحبوب بالنسبة للقوات الأمنية منعت وسائل الإعلام من الذهاب إلى تلك المنطقة القائد الشرطة الجديد بدأ أكثر صرامة وأكثر قوة بالنسبة لحفظ الأمن رغم وجود حضر تجوال لكن هناك كسر لهذا الحضر من قبل الأهالي لكن الأجواء ما تزال متوترة نوعا ما بالحذر والقلق لما ستقول إليه الأمور على الأرض هذه الصورة لكن سياسيا قبل قليل لأول مرة منذ الأحداث أو منذ ساعات صرح مقرب من الصدر عبر تغريدة طبعا عبر تويتر قال بأن الصدريين ليس لهم أي شيء بما حدث يوم أمس وأن القوات الأمنية هي التي فشلت في حفظ سلامة وحياة المتظاهرين وأن ما حدث هو شجار داخل ساحات التظاهر لا أكثر ولا أقل طيب ما هي السنريوهات المتوقعة فيما ستقول إليه الأمور في الساعات القادمة محمد هل سيتم فضى الاعتصام الخاص بمناصرين مقتدى الصدر هل ستسيطر الشرطة العراقية على الموضوع هل المتظاهرين سيستمروا ما هي السنريوهات نعم وائل الآن يعني لا وجود لأنصار التيري الصدري داخل ساحة الحبوب فقط المتظاهرين أو ما يسمون أنفسهم بثوار تشرين هم المتواجدون داخل ساحة الحبوب لكن هذا لا يمنع أن هناك عدد من أنصار التيري الصدري يتواجدون في محيط هذه الساحة والقوات الأمنية أيضا متواجدة لذلك هناك ترقب لما ستؤدي له الأمور الحكومة العراقية تبدو مطمئنة في ضبط إيقاع أو الإيقاع الأمني لمدينة الناصرية لكن هناك خشية من أن تحدث صدامات فردية قد تذهب إلى صدامات جماعية ما بين الطرفين وهذا الأمر قد يذهب إلى أبعاد أكثر لأن الناصرية بطبيعتها هي محافظة عشائرية العشيرة هناك لديها قوة وسلطة لذلك هددت بعض العشائر بأنه في حال وجود أي صدامات ما بين المتظاهرين أو جهة أخرى بأنها ستتدخل وأنها ستكون هي المعنية بمسك زمام الأمور هناك وهو أمر خطير جدا يعني إن جاءت العشائر ومسكت زمام الأمور في تلك المنطقة فإن الحكومة ستكون في موقف حارج لذلك عززت القوات الأمنية وهناك متابعة ومباشرة من قبل رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة وشكل لجنة أيضا وهناك لجنة محلية أخرى شكلت لمعرفة تداعيات هذه الأحداث لكنها لن تظهر النتائج يعني ربما يعني خلال الساعات قليل المقبلة ربما سننتظر يومين لظهور هذه النتائج شكرا جزيلا لك محمد فاضي المراسل لقد كنت معنا